استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيباستيان لوكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية وذلك بحضور الفريق أول محمد زاكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء جاء في إطار حرص الجانب الفرنسي على إطلاع السيد الرئيس على نتائج جولته الإقليمية خلال الأيام الماضية وذلك في ضوء المساعد الدولية لتهديئة الأوضاع في المنطقة واهتمام الجانب الفرنسي بالتنصيق مع مصر في هذا الصدد اتصالا بالعلاقات الوثيقة بين البلدين والدور المحوري لمصر على المصارين السياسي والإنساني لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والتوصل لوقف لإطلاق النار وحماية المدنيين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة